اهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات حديث الخليج يسرني ان نستضيف في هذا الاسبوع الدكتورة موناء البحر وهي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة حياكم الله دكتورة الله يحييك لنبدأ بالأحداث القريبة في الامارات يوم الأربعة 15 أوغست 2012 نشر بالصحف الاماراتية بيان لصحفيين وكتاب من كتاب الرأي في الامارات وأنت من بينهم البيان صدر في ختام الملتقى اللي نظمته جمعية الصحفيين بعد تصاعد الحديث عن وجود تنظيم سري في الامارات تقولون في البيان أنكم تقفون مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن ما هي تداعيات هذا البيان أولا؟ هو في الحقيقة كان لقاء وطني جمع مجموعة كبيرة من الإعلاميين من المثقفين من الكتاب نعم من نشطاء تويتر في نفس الوقت لتدارس الموضوع وإلقاء النظر على هذه المسألة لأن انطلاقا أتصور من قاعدة أساسية أن حتى تعرف كيف تواجه أي أمر يجب أنك تعرف حيثياته وتعرف معطياته وتفنده بشكل علمي وبشكل موضوعي فحصل هذا الحوار في الحقيقة الأخوي الوطني وكنا في النهاية يجمعنا حب هذا الوطن وكنا يجمعنا الحرص عليه وعلى أمنه وعلى استقراره حكومة وشعبا على حد سواء نعم فحصل هذا الاجتماع في الحقيقة وحصلت مداخلات من مختلف الأخوة الأعضاء فيما يتعلق بتفنيد الموضوع طبعا أمن الوطن لا يوجد حد يساوم عليه هذه مسألة تنتهي فيها خطوط حمراء يقف عندها أي شخص ما فيها مثل ما نقول بالهجتنا المحلية يسيره تعال هذا أمن الوطن وهذا مستقبل الوطن فإذا كان هناك ما يهدد هذا الوطن فحتما نحن جميعا واقفين صفا واحد للدفاع عنه لضمان استقراره ولضمان استمرارية التنمية هذه حصيلة أربعين سنة اللي اشتغلوا عليها سواء كانوا الآباء واللي جئنا نحن بعد وكملنا فهذا يعني ما بقول استثمار ولكن منجز لن نتخلى على بهذه البساطة نعم في البيان أشرتهم إلى أن وجود تنظيم سري في أي بلد والتوصل مع منظمات خارجية أمر مرفوض في كل دول العالم إضافة إلى أن حصول أي حزب على تمويل من الخارج عمل يجرم في أي دولة هذا عالميا دكتور يعني هذه مسألة عالمية مش مسألة يعني مش مسألة محصورة على الإمارات ولا هي هذه مسألة عالمية أهم التحديات التي تواجه دولة الإمارات أو التي تتوقعين أن دولة الإمارات لابد أن تتعاطى معها خلال الخمس سنوات القادمة والله في هذا الواقع المحيط اللي نعيشه يعني الواحد ما يقدر يتنبأ بالأمور وحتى عملية التنبأ بها يمكن يكاد يعني صعب لكن نحن اليوم يعني نقع في مكان جغرافي في حوله في محيط كثير من التحديات وهم حاجة في هذه المرحلة وهذا تحدي يواجهنا أن نحن نشتغل على الداخل ونقوي الداخل ونقوي اللحمة الوطنية بشكل كبير لأن إذا كان البيت الداخلي ما ترتب أنت تستطيع أن تواجه العالم كله وتستطيع أن تواجه التحديات كلها ومهما كان حجمها فترتيب البيت الداخلي وتوحيد البيت الداخلي والهدف واحد ونحن ننطلق من منطلقات واحدة ونمشي من أجل تحقيق هذه الأهداف وفي عملية الإجمع وعملية التوحيد ورص الصف من أهم الأشياء اللي بتخلينا ننطلق ونكمل في مسيرتنا يعني نحن اليوم يا دكتور شكرا جزيلا دكتور وهذا ليس يعني أحاول يعني وأيضا للأسف الشديد مضطر قاطعك تقاطعني وما علي واش مشكلة دكتورة موناء البحر وغضوة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات شكرا جزيلا لحضورك لإستوديو حديث الخليج ساعد بالحوار معك أنا ليس أشكركم مشاهدين الكرام على متابعة هذا الحوار مع الدكتورة موناء البحر وألتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف آخر وقضية أخرى إلى اللقاء